موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم لمتابعة نشرة اخبار منتصف الليل من تونس وهذا ابرز ما فيها في عنوي الاتحاد العام التونسي للشغل وتشكيلات حزبية ومدنية وحقوقية ينظمون مسيرة وطنية تنديدا بما سمي صفقة القرن ويؤكدون عدالة القضية الفلسطينية موسيقى رئيس حكومة تصريف الاعمال يعلن دخول حق النوار للغاز النفطي بتطويل حيز الانتاج بقيمة استثمارية تناهز 3.5 مليار دينار موسيقى توقيع عدد المال الاتفاقات في اليوم الثاني من منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا لتمكين المؤسسات التونسية من رفع تاقتها التصديرية نحو افريقيا موسيقى شاركت فعاليات نقابية ومدنية وسياسية في مسيرة مناهضة لما يسمى بصفقة القرن انطلقت من مقر منظمة الشغيلة لتجوب شارع لحبيب بورغيبة بتونس العاصمة رفعة جملة شعارات نادت برفض الخطة المطروحة من قبل الرئيس الامريكي ترامب وضرورة الوقوف مع الحق الفلسطيني وانقل المشاركون ضرورة تفعيل ادوات المقاومة والتصدي لهذا المخطط وسن قانون يجرم التطبيع موسيقى تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل كان هذا الشمل المدني الحزبي الحقوقي المواطني شعارات عديدة اطلقت وجوهرها الحقوق السياسية والجغرافية والانسانية للشعب الفلسطيني فضلا عن اللاءات التاريخية لاءات مستحدثة اطلقت اهمها لا لسفقة القرن خضية الفلسطينية في وجدان كل حر في العالم في وجدان كل حر عربي متأصل في وجدان الشعب التونسي وذا كالش المسير اليوم مشكون مسيرة وطنية ما نهى فيها الا اعلام تونس واعلام فلسطين فقط لان القضية الفلسطينية ما هيش انتاع مزايدات هي القضية الام نداءات نوجهها لشعوب العالم لمساندة قضايا الحقية قضايا التحرر وقضية الشعب الفلسطيني من اجل اخام الدولة وعصمتها القدس يجب ان يكون فهمة تضامن ما بين الشعوب نساء ورجال واحنا كمنظمة نسائية مضامنين مع الشعب الفلسطيني وعالنساء الفلسطينيات وخاصة من هنا اللي يرزحوا تحت الحرب حقوق الشعب الفلسطيني مقدسة ونحن وشعب التونسي يدافع عن هذه الحقوق لانها ايضا حقوق المجتمع المدني لا يدعم الحق الفلسطيني هو في نفس الخندق مع الحق الفلسطيني المجتمع المدني وكافة الاحزاب والمنظمات والهيئات في تونس تعتبر الحق الفلسطيني هو حق بشري وحق للإنسانية جمعا حضرت الاحزاب وغابت راياتها في المسيرة التي سير منظمها خطاها حثيثا من بطحاء محمد علي نحو شارع بورجيبة لكن ما وحد الطيف السياسي هو الدعوة لتجديد أدوات المقاومة في ظل حالة الوهن العربي الرسمي وارتخاء عددا من المواقف كتوانسة وكعربة بصفة عامة يزمن النوع وأشكال الدعم ولن نتوقف عند التظاهرات ورفع الشعارات احنا في البررامين يزمن مر القانوني جرم التطبيع مع العديو الصيوني يزمن نشر ثقافة المقاومة يزمن ندعم المقاومة الشريح حق الأسرة والعودة والمعاناة وحق التاريخي للشعب الفلسطيني والقدس الشريف ولن نحكي عنهم بفلوس هذا كل من ضعفنا احنا كعرب تكون التعبئة والتحشيد بحجم المؤامرة وهناك الكثير مما يمكن فعله للضغط على المواقف الرسمية المتخاذلة والضغط على المنظمات الدولية المتخاذلة في اتجاه إسناد الشعب الفلسطيني لدعم الشعب الفلسطيني لدعم القرية الفلسطينية لدعم المقاومة اللي الواقع بيّن أنه ما ثماش بديل لها من أجل تحرير فلسطين ومن أجل إفشيل كل المؤامرات اللي تستهدف الشعب الفلسطيني المدخل الحقيقي لإسقاط صفقة القرن هي محاصرة التمدد الصهيوني ومحاصرة المشروع الأمريكي اللي طرحته لمنطقتنا وهو مشروع التفتيت والفوضى والإرهاب المعمم المشاركون في المسيرة وعلى رأسهم الشغالون استذكروا أيضا مواقف المنظمة الشغيرة التاريخية لدعم القضية الفلسطينية ومنها مغادرة الجامعة العالمية للنقابات الحرة المعروفة اختصارا بالسيزل سابقا وقيادة تشكيلات نقابية لجبهة رفض مدنية ضد دعوة رئيس وزراء حكومة الاحتلال أريال شارون للمشاركة في قمة المعلومات وحضوره الميداني في كل فعل يدعم حق هذه القضية الإنسانية وبدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين انتظمت مسيرة وطنية للمحامين مساندة للشعب الفلسطيني ورفضا لما سمي بصفقة القرن المحامات التونسية تنتصر للقدس والأراضي العربية المحتلة وترفض سفقة القرن شعر الرفع وأصحاب العباءة السوداء خلال مسيرة وطنية دعا إلى تنظيمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التاسع والعشرين من جنف الموقضي المسيرة انطلقت من أمام قصر العدالة بتونسي العاصمة نحو ساحة محمدهلي ومنها إلى شرع الحبيب بورقيبة نحن نعتبر ما عبر عنها بصفقة القرن هي سرقة القرن ولذلك نندد بها تنديدا تاما ونساند الشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل استرجاع أرضه والدفاع عن أرضه ونحن نساند الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأهمها حق العودة والرجوع من إلى فلسطين محررة نحن نزلنا وعملنا وقفات احتجازية البرح في جميع المحاكم تنديد بهذا المشروع المشروع القرن وهو مشروع تصفوي وغير مقبول وكذلك اليوم قلنا نشاركوا في النضال الشعبي الوطني ونكونوا حاضرين ونرفع راية المقاومة الفلسطينية وراية القضية الفلسطينية تراه اليوم في حبيب أورجيبة كل عالم فلسطين من أول إلى آخر نحن نددنا كجماعية نسانية محامين شوبين بهذه الصفقة وبهذه المبادرة الإجرامية وخرق للمواثيق الدولية وخاصة لحق الشعب في تقليل مصير شعب تريد تشريم وتطبيق المسيرة رفع خلالها المحامون العالم الفلسطيني وطالبوا الجهات المانية بضرورة سن قانون يجرم التطبيع نحن ندعو الأحزاب السياسية وخاصة الممثلة في مجلس النواب لتحمل مسؤولياتها أمام الله وأمام الشعب في خصوص الوقوف بحزم ضد كل محاولات التطبيع مع الكيان السهيوني هذا وقد سابقت المسيرة الوطنية وقفات احتجاجية للمحامين أمام مداخل المحاكم الابتدائية بمختلف جهات الجمهورية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بما سميه سفقة القرن التقى رئيس مجلس النواب الشعب راشد الغنوشي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد دوم وبلغه غضب الشعب التونسي بسبب صفقة القرن هذا وأوضح الغنوشي للسفير الأمريكي أن الأحزاب والمنظمات والنقابات دعت إلى مظاهرات تندد بالمواقف المتعلقة بالصفقة الظالمة الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة التفريق بين الكفاح من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية والإرهاب وفي موضوع آخر أكد السفير الأمريكي بتونس أن بلاده تعتبر تونس بوابة تجارية قوية للقارة الأفريقية وأن هذا سيكون مبارزا خلال مبادرة ازدهار أفريقيا التي ستعقد الأيام القادمة بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة أفريقية كما تطرق اللقاء إلى الملف الليبي ليؤكد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتدفع نحو الحل السياسي مشيدا بجهود تونس في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة وفي الشأن الفلسطيني أيضا ندد مشروع قرار بمجلس الأمن بخطة المحتل الإسرائيلي لضم مستوطنات الضفة الغربية في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة يأتي هذا فيما شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الأربعان غارات على مواقع لحركة المقاومة حماس في قطاع غزة كما أعلن استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بمنطقة شرق الأوسط ندد مشروع قرار بمجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة بخطة للمحتل الإسرائيلي لضم مستوطنة الضفة الغربية ويشدد مشروع القرار وفق ما نقلته وسائل أعلامة على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو المحتل الإسرائيلي إلى ضم هذه الأراضي ويقول ملاحظون أنه رغم أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن فأنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلامة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي وفيما يسعى عدد من الدول إلى الحجد الأممي لإدانة مشروع قرار خطة ترامب دائمة للمحتلة الإسرائيلية يواصل الأخير انتهاكاته واعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني إذ شن الطيرون الحربي للمحتل الإسرائيلي فجر اليوم غارة على موقع لحركة حماس في قطاع غزة حسب ما أفدت به مصادر أمنية فلسطينية ذكرت أيضا أن طيران الاحتلال استهدف بعدة صواريق موقع القادسية التابعي لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس غرب خان يونس جنوب القطاع ما أحدث دويا في جارات كبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ووفق مزعم المحتل الإسرائيلي فإن الغارات كانت ثردا على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات متفجرة من القطاع وفي هذا الإطار أكدت وزارة الشمال الخارجية التونسية رفضها أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهوني حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية وأضافت الخارجية التونسية أن خوض المنتخب الوطني التونسي للتنس سيدات مباراة مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حاليا بهلسنكي يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرخية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في موضوع آخر الآن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد دخول حق النوار للغاز النفطي بتطوين حيز الانتاج ويعد هذا المشروع أكبر مشروعا في تونس بقيمة استثمارية تناهز 3.5 مليار دينار وبطاقة انتاجية تقدر بـ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بعد سنوات من انطلاق أشغالها أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم إشارة انطلاق استغلال حق النوارة بتطوين مؤكدا أن هذا الحق يعد استثمارا كبيرا في تاريخ تونس وتقدر قيمة الاستثمارية بـ 3.5 مليار دينار المشروع هذية فيه قدرة انتاجية كبيرة 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا كيف نعرف لتونس تنتج يوميا 5.3 أو 5.4 مليون متر مكعب هذية تقريب 50% من الانتاج الوطني للغاز إضافي أيضا هناك 7000 تقريب بريل من البترول وتقريب 3200 كيفالان بريل من الجي بيل الغاز السائل الغاز اليوم أول نهار يخرج أول متر مكعب غاز يخرج اليوم في نوارا سيتم معالجته معالجة أولية في هذه المحطة ويتحول ثم إلى جابس ثم يتحول إلى معناه يدخل في الرزوم من تلك الستيج ويمر المرحلة التجارية بالنسبة للبترول يخرج مباشرة من نوارا يمشي عبر شركة الترابسة إلى الصخيرة هذا المشروع الذي تم أنجزه بكفاءات تونسية ستساهم كمياته الانتاجية من البترول والغاز والغاز السائل في تحقيق نمو لتونس هذو ما معناها كميات هامة باش تساهم في تقليص الشراءات وتخفيض العجز الطاقي في تقريب 20% هذا أيضا يخفض في عجز الميزان التجاري ب7% وأهم شيء هذا بشيعة تقريب نقطة نمو إضافية لتونس ويعتبر حق النوارا من ضمن عديد المشاريع المهيكلة الذخمة والتي ستساهم في النهوض بالجانب الاجتماعي بالجهة وبالمنطقة ككل وفي هذا الشأن قالت رئيسة اللجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب عبير موسي إن اللجنة أدت زيارة إلى موقع حق النوارا وتم الاطلاع على عرض مفصل لهذا المشروع الذي سيساهم في التقليص من العجز الطاقي وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7% مع توفير نقطة نمو لتونس لكن تقرير اللجنة يأتي مخالفا وفق عبير موسي للمعطيات التي أعلنت حيث لا يمكن لمحطة الاستغلال بتطوين أن تدخل حيز الاستغلال هذه الأيام وقت اللي نقوله أن حق النوارا تخلي اليوم حيز الاستغلال هذا يعني في ذهن الرأي العام أنه بدينا التسويق بدينا الانتج بدينا التسويق وبش نبدأ ونحسبه المدخيل خاصة الناس الكل تعرف أنه ميزانية 2020 تضمنت حق النوارا والمدخيل اللي بش تجي منه كما وارد لتمويل الميزانية ونحن اليوم نحن موجودين في تأخير امتاع الثلاثية الأولى لأنه طوى إلى حد عشر مارس إذا كان مشيت الأمور على ما يرام نبدأه في الانتاج لكن الثلاثية الأولى اللي هي محصوبة في المدخيل ما أنزج هذا الحقل اليوم انطلقت فترة التجارب الفنية ولم تنطلق فترة الاستغلال في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا تم توقيع اتفاقات بين مجلس الأعمال التونسية الإفريقية وبين مؤسسات الدولية من أجل تسهيل عمليات الشحن البحري للمؤسسات التونسية التصديرية كما خلصت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأفارقة والدول الأخرى إلى نوايا شراكات الربحية اللقاءات الثنائية المباشرة ميزت اليوم الثاني لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا لقاءات جمعت مؤسسات القرض والتمويل والتأمين الدولية بالمستثمرين التونسيين من أجل تطوير الحضور التونسي في القارة الإفريقية هناك أربع خمسة مؤسسات تونسية أعربوا على أنهم إن شاء الله يستثمروا في السينيغال ويكون عندهم بلاتفورم كوميرسيال وإلا زادة صناعية هذا ما يمكن أن نخترق الأسواق كما السينيغال كما الكود إيفوار بحضور زادة وزارة من أر دي سي سوق جديدة إن شاء الله عنها مهمة للرببيك ديموكراتيك متاع الكونغو في أفريل كذلك إن شاء الله فهمتني ولا لا عنها مهمة أخرى بالنسبة للنيجر بحضور الوزير النيجر القانة الإفريقية تزخر بموارد بشرية وطبيعية هم ولكن يجب استغلالها الاستغلال الجيد وخاصة كيفية تطويرها كما يعد هذا المؤتمر فرصة للأفارقة لتعزيز مبادلاتهم وإبراز مكامل القوة والالتقاء بينهم وهذه الديناميكية التي تم إطلاقها من تونس ستنعكس بالإجابة على اقتصاد القرى ويجب فعلا مزيد الدفع لتطوير اقتصاد إفريقيا وبتوقيع اتفاقية شاركة بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ومجموعة فورماسا الدولية والتي تنص على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية عبر شحن ونظيم صادراتها نحو مناطق التبادل الحر ما سيمكن المستثمرين من دعم تواجدهم في الأسواق الإفريقية خاصة في ظل غياب خطوط بحرية مباشرة أثرت سلبا على تكلفة الشحن الشاركة تعطينا الأفضلية والإمكانية أن ندخل على بعض الخطوط البحرية المباشرة للقرى الأفريقية تتعدل تونس تاخذ البضاعة بشكل عام تحطها في مناطق حرة وما عندها هي المناطق اللوجستية وبعدين الحريف يتجهل للمناطق هذه يسحب البضاعة بأقل تكلفة وفي موعيد قصير وقصيرة جدا خلينا نعمل الحسن بالدورة التصديرية للقرى الأفريقية وأكد منظمه المؤتمر أن هذه الاتفاقيات واللقاءات الثنائية فضلا على تنوع النسيج الصناعي لتونس والكفاءات البشرية التي تسخر بها قادرة على تحسين استثماراتها الخارجية وبأن تكون بوابة حقيقية نحو إفريقيا متابعة لمستجدات الوضع في ليبيا قتل مدنيون ويصيب خمسة بجروح جراء قصف عشوائي تعرضت له العاصمة رابلوس واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوة شرق ليبيا التي يقود وخليفة حفتر بالمسؤولية عن هذا القصف في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محادثة جناف الساعية لإقناع الأطراف المتحاربة في ليبيا لتحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار بدت حقيقة الأوضاع العسكرية والميدانية على الأرض مغيرة بعد أن لقي شخص مسرع وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء قصف عشوائي تعرضت له العاصمة رابلوس واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف وقالت إنه خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من جنف الماضي ويأتي ذلك فيما تتكثف المساعي الدولية لإنهاء أعمال العنف ودعم المحادثات التي انطلقت أول أمس في مدينة جناف السويسرية برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا محادثات كان قد وصفها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالبناء مؤكدا أن ممثلي أطراف النزاع المجتمعون في جناف وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار وكان الملف الليبي محور لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني بنظيره الإيطالية وتم خلاله التأكيد على أهمية الوفاء بتعاهدات مؤتمر برلين لإنهاء العنف ودعم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في هذا البلد وفي الشأن السوري قال الرئيس التركي رجب طي بردوغان إن بلاده ستنشر منظومة الصواريخ حصار إيه؟ محلية الصنع بالسرعة القصو على الحدود السورية معتبرا أن ذلك سيساهم في سد نقص هام من هنا يأتي هذا التصريح بعد يومين من مقتل ثمانية عسكريين أتراك في قصف على إدلب وقد تعهد أردوغان بمواصلة حق بلاده المشروع على حد قوله في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة من قبل الجيش السوري برأ مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة التصويت النهائي الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من منصبه بخصوص التهمتين الموجهتين له وقد صوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر وأذاكركم بما جاء فيها في عنوين الاتحاد العام التونسي للشغل وتشكيلات حزبية ومدنية وحقوقية ينظمون مسيرة وطنية تنديدا بما سمي بصفقة القرن ويؤكدون عدالة القضية الفلسطينية رئيس حكومة تصريف الأعمال يعلن دخول حق النوار للغاز النفطي بتطوير حيز الانتاج بقيمة استثمارية تنهز ثلاثة فاصل خمسة مليار دينار توقيع عدد منها الاتفاقات في اليوم الثاني من منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا لتمكين المؤسسات التونسية من رفع تاقتها التصديرية نحو إفريقيا شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والاهتمام في إمانه اشتركوا في القناة